هذه كان راي والقرار قراركم شنو نقدر نسوي إذا نبي الأكل يكون فيه نكهة لذيذة بس ما نبي نضيف للنكهات الصناعية تاخذين أنواع مختلفة من الخضروات اللي عندت في المطبخ وتطبخينها في ماء ليه ما تحسين أن الماء صار فيه نكهة الخضروات طبعاً يصير تضيفين التوابل أو الدجاج حسب الحاجة بعدين تشيلين الخضار وتخلين الماء يطبخ على نار هادئة ليه ما تقل نسبة الماء اللي فيه ويتركز بس ليش نسويها في البيت؟ لأن معظم مرقات الخضار والدجاج الموجودة في السوق تحتوي على نكهات صناعية مضرة بالصحة أهم هذه النكهات المضرة اسمها الـ MSG أو أحادي غلوثاميت السوديوم هذه النكهة بدت في سنة 1908 لما صنعها عالم ياباني استخرج النكهة من طحالب البحر عشان يسوقها للغرب لكن مع انتشار هذه النكهة الصناعية انتشرت مضاعفاتها تسبب الصداع أكثر شيء لكن بعد ممكن تسبب الغثيان آلام الصدر السعال تنميل في الأطراف أو الوجه أو حتى ضيق في التنفس نكهة الـ MSG تنضاف للكثير من الأكلات اللي نتناولها بشكل مستمر بما فيها الـ chips، بعض أنواع البسكوت، الشربات الجاهزة، الدرسينج الجاهزة، الصلاطات وطبعا أكيد مراقات الخضار ومراقات الدجاج اللي الكل يستعملها بس لازم تقرن المكونات عشان تعارفين إذا المنتج فيه MSG فلما تصير عندش مراقة الخضار المركزة اللي انت مساويتها في البيت استعمليها في أي طبق أو إذا ما عندش وقت تساوينها كل يوم صبيها في قوالب ثلج وثلجيها لاستعمال يوم آخر كل شيء لا بديل صحي لأن صحتك تبدأ في المطبخ هذه كان رايي والقرار قراركم اشتركوا في القناة